موسيقى أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في نشرتنا الحقوقية لدايتنا تكون من اليمن حيث أفاد النشط اليمني محمد اسماعيل الشامي بتعرضه لسلسلة من المضايقات وصلت حتى استهدافه بالتصفية الجسدية وذلك على خلفية نشطه في مناهضة فساد نافذين في الحكومة اليمنية ومشاركته الفاعلة في الاحتجاجات الشعبية التي أطاحت برئيس المخلوع علي عبدالله صالح ومطالبته بمحاكمة المسؤولين المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان وتقدم سيدا الشامي ببلاغني لمنظمة الكرامة لحقوق الإنسان جاء فيه تعرضت لست محاولات اغتيال خلال السنوات الماضية وتضمن البلاغ مسلسلا زمنيا للأحداث والمضايقات التي يقول الضحية أنه تعرض لها آخر وإطلاق نار عليه من قبل مسلحين مجهولين يستقلون سيارة بدون لوحات يستخدموا في العادة عناصر جهاز الأمن القومي وذلك بتاريخ 16 يولو 2012 أثناء عودته إلى منزله بالعاصمة سنعة وتقدم سيدا الشامي بشكوع إلى مكتب نائب العام اليمني للتحقيق في مزاعم تعرضه لمحاولات اغتيال لكن دون أي جدوى ومن قبل حصل الشامي على توجيهات من السلطات اليمنية بإعادته إلى وظيفته إلا أن سطوة الفاسدين وقوة نفوذهم حالة دون تنفيذها كما يقول وعبرت منظمة الكرامة عن تضمنها مع النشط السياسي والحقوقي محمد الشامي وطلبات السلطات اليمنية بفتح تحقيق عادل وشفاف في وقائع تعرضه للاستهداف والمضايقات مع ضمان حقه في ممارسة حرية الرأي والتعبير من اليمن إلى تونس الآن حيث توفي أحمد البختي بعد إضراب عن الطعام دام نحو الشهرين احتجاجا على اعتقاله ليكون بذلك السلفية الثانية الذي لقي نفس المصير جراء الإضراب عن الطعام الأسبوع الفارد وتحمل وفاته على تخوف من حصول توتر مع هذا الطيار المتطرف وقال المحامي عبد الباصد بن مبارك لا قد توفي في حوالي الساعة الثانية في المستشفى مذكرا بأن موكله الآخر بشير القلي توفي مساء الخميس بعدما رفض تناول الطعام خلال اعتقاله الذي استمر شهري وكان البختي في غيبوبة وفي حالة ميؤوس منها منذ بضعة أيام وقال محامي الخميسا ويتوقع وفاته موكله الذي كان يعاني أيضا من نزيف في الدماء وبدأ البختي والقلي ضربا عن الطعام واخر أيلول الفارد بعد أيام على اعتقالهم في دار التحقيق حول الهجوم على السفارة الأمريكية الذي شنته مجموعة من الناشطين الإسلاميين الذين اعتقل حوالي المئة منهم وقتل أربعة من المهاجمين على سعيد آخر قالت منظمة العفو الدولية في تقرير موجز جديد صدر في الثالث عشر من نوفمبر الجاري أن مواطني دول الأجنبية ممن لا يحملون وثائق ثبوتية يواجهون في ليبيا خطر الاستغلال والاعتقال التعصفي إلى أجل غير مسمى وكذلك الضرب الذي يرقى أحيانا إلى مستوى تعديم ويسند التقرير المعنوى أن نحن أجانب ليس لنا حقوق إلا زيارات لتقصي الحقاق قامت بها المنظمة إلى ليبيا ما بين مايو وسبتمبر 2012 ويتفحص جوانب محنة اللاجئين وطالبية لجوء المهاجرين في ليبيا وقد ظل مواطنوا دول الأجنبية بين 42 سنة من حكم العقيد معمر القذافي والأسيام القادمون من دول الإفريقية بجنوب السحراء يعيشون في حالة من القلق الدام الذي رافق تقلب السياسات والخشية من الاعتقال التعصفي والاحتجاز إلى غير المسمى والتعذيب وخلاف ذلك من الانتهاكات وقد زارت منظمة العفو الدولية ما بين مايو وسبتمبر 2012 تسعة من مراكز الاحتجاز في مناطق مختلفة من ليبيا حيث كان نحو 2700 من المواطنين الأجنب معتقلين خلال هذه الفترة بينهم نساء حوامل ونساء يرافقهن أطفال صغار وأطفال لا يسحبهم قريب راشد معتقلون إلى جانب أغراب من الكبار وجميعهم محتجزون بالعلاقة مع جرائم تتصل بالحجرة أعزائي المشاهدين بهذا الخبر الذي يأتينا من ليبيا نصل إذن إلى نهاية نشرتنا الحقوقية شكرا على حسن المتابعة والاهتمام وإلى اللقاء شكرا على المشاهدة شكرا على المشاهدة شكرا